أدانت وزارة الخارجية إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية في عمل إرهابي يعكس إصرارا على استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتهديد أمن واستقرار المملكة وأكدت الوزارة وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها وأشادت وزارة الخارجية في بيان بأقضة وجاهزية قوات الدفاع الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير تلك الطائرة دعيتنا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وصارم تجاه تلك الأعمال الإرهابية الآثمة التي تتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية